استضافت معالي الشيخ خامي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي استقبلت السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو والتي تقوم بزيارة إلى المملكة بدعوة من المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وقد زارت سيدة بوكوفا مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ومتحف موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2005 ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث وبهذه المناسبة عبرت معالي الشيخ خامي بن سمحمد آل خليفة عن سعادتها بزيارة المسؤولة الأممية إلى البحرين والتي تحتضن موقعين مسجلين على قائمة المنظمة كأتراث إنساني عالمي مشيرة إلى أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي هو كمرة تعاون وجهود استمرت لسنوات ما بين منظمة اليونسكو ومنبكة البحرين وأكدت معاليها أن المركز الإقليمي سيواصل تعزيز علاقاته مع خبراء منظمة اليونسكو ومركز التراث العالمي في العاصمة الفرنسية باريس بما يخدم مصلحة الإرث الثقافي للدول العربية مشيرة إلى أن المركز حقق منذ تأسيسه عام 2012 العديد من الإنجازات في هذا المجال من تسجيل مواقع تراث عالمي جديدة وبناء القدرات البشرية للمؤسسات العربية المعنية بالتراث ونشر المطبوعات والكتب لزيادة الوعي بالتراث الإنساني والحضاري وبناء علاقات تعاون ناجحة مع المنظمات العالمية المعنية بالتراث ترجمة نانسي قنقر